بالأمس، الأزهر يقول نحن نرفض أن نكفِّر داعش على أنهم أحياناً يتورطون في تكفير بعض المسلمين نقول الأزهر سَلِمَ لِسَانُكَ صَحَّت فعالُكَ أيوالله هذه الوسطية الإسلامية حتى من كفَّرنا، لا نكفِّره من استحلَّ منا ما حرَّم الله لا نستحلُّ منه ما حرَّم الله هذا العدل، لأنه هذا الدين دين تُكيِّف أهوائك معه ولا يتكيِّف بأهوائك حتى لا يُصبحوا العوبة العوبة بيدي إيمان جدَّة وهزل بيدي من جدَّة وهزل، وصدق وكذب أبداً، هذا هو الحق لا نكفِّر أبداً، أمة التوحيد أمة لا إله الله ننتقد، نجُّب، نُنكر، نُصحِّح، نُفكِّك، نُحلِّل، نرد، ننصح لكن لا نكفِّر ماذا علاقة التكفير؟ هذا موضوع آخر تمامًاً ملف مسدود بإذن الله تبارك وتعالى إلا بحقِّه وَمَا أَدْنَأَ حَقَّه وَمَا أَصْغَرَه وَمَا أَنْزَرَه وَمَا أَنْحَفَه هذا التكفير هذا أبداً أبداً